تفاصيل جديدة كشفتها مصادر قريبة من قيادة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس للشرق الأوسط حول هجوم السابع من أكتوبر هذه المصادر تقول للشرق الأوسط إن العملية بدأت فعليا بسبعين مقاتلا فقط نفذوا الهجوم من عدة مناطق على طول حدود القطاع من شماله إلى جنوبه وتمكنوا من اجتياز العائق الحدودي الإسرائيلي عبر تفجير عبوات ناسفة أعدت خصيصا لتفجير فتحات في جدار سميك بعد تحديد نقاط الضعف فيه وعبر استخدام طائرات شرعية ومظلات أسقطت المقاتلين وراء المواقع الإسرائيلية وفوقها وحولها تلقت هذه العناصر التي وصفت بالنخبة تدريبات مكثفة سرية بعد تأديتهم قصما على عدم إفشاء أي معلومات عن العملية تقول أيضا المصادر أن خطة اقتحام مستوطنات غلاف غزة ليست بجديدة وتم التخطيط لها قبل العام 2014 مؤكدة أن العديد من قادة القسام لم يكونوا على علم بأي تفاصيل بمن فيهم العناصر المدربة أو حتى على علم بوجود نيات عن هجوم قريب باستنثناء البعض الذين لديهم معلومات محدودة تتعلق بمهامهم فقط لمنع تسريب أي معلومات للمخابرات الإسرائيلية أما قرار تنفيذ الهجوم وتوقيته بحسب ما تقول المصادر هي ذاتها فقد اتخذ من قبل خمسة أشخاص فقط هم يحيى السنوار وشقيقه محمد ومحمد الضيف وروحي مشتهى وأيمن نوفل وفيما يتعلق بالتوقيت تم تحديده إثر تقارير ميدانية من وحدات الرصد أكدت وجود حالة سكون تام على الحدود مع دخول عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل حيث نفذ الهجوم في منتصف الليل عشية السابع من أكتوبر كذلك أشارت المصادر إلى أن الهدف من الخطة كان تنفيذ هجوم نوعي كبير وأسر مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلا أن المفاجأة كانت سقوط خطوط الصد الإسرائيلي ما وسع الهجوم وأدى إلى قتل وإصابة وأسر عدد كبير من الجنود فورا كان غير متوقع شكرا